بسم الله الرحمن الرحيم انا الدكتور محمد قطب وستاذ الان في اوزل والحمجرة النهاردة عايز اكلمكم على موضوع مهم اللي هو hearing loss احنا عندنا two types of hearing loss بنقول ده في محاضرة وبنقول الجزء التاني في محاضرة وعشان اقول لك القصة محتاج افهمك بس ان hearing loss معناها ان hearing حصله diminution مش معناها ان hearing loss معناها الشخص مبقاش يسمع اللي هي اسمها الطرش علشان كده احنا ما بنهمش قوي كلمة deafness الناس بتفهمها معناها انه الطرش لقيت is better called hearing loss rather than deafness وده مقصود به diminution of hearing انما ممكن يكون تحتوي كمان على total hearing loss اللي احنا هنسميها complete deaf وده يحصل unilateral او bilateral بص الحتة دي عايز اوضح لك حاجة احنا عندنا oracle, external auditory canal, drum, middle ear ossicles then cochlear and cochlear nerve, embryonic stem and higher centers دي الطريقة اللي بيتمشي فيها الصوت مبارة من الهوى لغاية لما يوصل لغاية المخ الجزء الخارج ده oracle and external auditory canal and drum and ossicles الconductive system واي مشكلة بتحصل في الconductive system ده بتسميها ايه Conductive hearing loss صح ده مش موضوعنا النهاردة مشكلة التانية لو حصلت من عند الكوكلية اللي لو فيها الorgan of corte لغاية cochlear nerve المشكلة اللي ما تحصل في حتة دي بنسميها Sensory Neural Hearing Loss or Perceptive Hearing Loss وده الموضوع بتاعنا النهاردة نتكلم على Sensory Neural Hearing Loss تعال ناخد على هيئة كيس ازاي ما احنا اتعلمنا قبل كده كيس 1 تعالوا نقرأ Parents of a 1.5 يعني 1.5 years old child طفل صغير Came to the clinic complaining of a بيقولو their child is not hearing as they thought يعني ما بيسمحش كويه زم هوا متخيلين حاسين ان في حاجة مشكلة They gave no attention He gave no attention to any sound ما بيستقلش لأي صوت معروف ان الاطفال تخبط له بحاجة تساقف له تعمل حاجة ينتبه للصوت ده ما بينتبهش خالص He didn't even say a word هو صفل في السنة ده بيقول كده اه بيقول بابا ماما حاجات من حاجات دي ده ما بيقولش الكلام دوت هم قارنوها بايه بالاطفال التانين زي other children They had no history of other cases in the family لحسن يكون احنا نعتقد ان دي حاجة hereditary But they were cousins اهاا يعني ايه cousins يعني ولاد خالة ولاد عامة حاجة زي كده تعالوا نشوف بعدين نرجع نتكلم في الحتاية دي اللي انا هعمله واحد بيشتكي من حاجة طفل هما بيسمعش هبص على ودنه احنا اتفقنا نمر واحد step one ان انا اخد بقية الهيسوري لو عايز هنسأل عليه شوية حاجاته هقولك عليها حالة step two to examine the patient how otoscopic examination of the patient قال لي ايه قال لي والله دي نحية الينين و دي نحية الشمال انا اسم خدنا بغلطت دي نحية الينين و دي نحية الشمال طب انا عرفتها منين lateral process of the ankles handle and the process of the meleus handle of the meleus lateral process is facing anteriorly so what this at a cone of light entering inferiorly so this is the right drum عكس بتاحها ادي lateral process facing anteriorly handle of the meleus and this is the cone of light entering inferior this is the lift drum خد بالك انا هلطتك في الاول طبصت على ودنه اقسمنا الوطري كانال middle ear and drum لا امشوفش middle ear شوفوا انا انا الولد ده ايه اللي بيخلي ما بسمعش انا مش عايق يبقى الحل تاني اكمل الexamination بتاعي ما ننساش tuning fork test تفتكر هاعرف اعمل tuning fork test في واحد عنده شهره اسأله نص يبقى الرو نيو الفيبر يتعامله لا يبقى حتى لو حطتها لك وباسألها لك it is logic ان انا ما قدرش اعمله my next step ان انا عمله hearing assessment طب تفتكر hearing assessment دوت بيبتدي ازاي نمرة واحد التمبانو جرام هو التمبانو جرام ده بيقيس الهيرنج لا ده بيقيس ال middle ear pressure لانه اكتر حاجة بتعمل hearing loss في الاطفال هي مين هي middle ear effusion بتعمل hearing loss ما بتكلمتش بقى conductive احنا لسه ما نعرف وبالتالي المرة واحد لو انا فحصت الطفل ما لقيتش عنده حاجة هعمل التمبانو جرامة اكتر عمانتو لقيتو type A biolateral ده معناها ان هو عنده middle ear pressure مصبوط وكويس ودرام بتتحرك حلو يبقى ده مش middle ear effusion which is the common type of hearing loss in children يبقى الحل التاني نعمله audiogram عشان نعرف في ال hearing loss ده فعلا موجود ولا لا طب تفتكر ان طفل اللي بسنه سنة ونص اللبسه سماعة ودخله القوضة وقوله لو سمحت انت سمعني ولا لا never علشان كده الا audiogram ما بيتعملش في الاطفال في السن ده ما بنعمل لي ايه بنعمل لي بديل بديل اسمه ايه اسمه ABR او auditory brain stem response او evoked brain stem response طبعا الصورة مش زي الصورة اللي انت شايفها ده ده بيدي رسومات تانية مختلفة انما انا بيعيبلك الصورة دي فرضا ان انت عملت الا audiogram رحمة الله عليك كده كده دي ايه اكن واحد عشان يسمع خد بالك من القصة دي محتاج اعلي الصوت قوي لغاية one ninety to one hundred disability عشان يسمع ودي اسمها ايه اسمها profound sensory neural hearing loss تقريبا totally deaf ear طب والناحية التانية ده انا بعل الصوت قوي عشان يوصل عند سبعين لثمانين معناها انه عنده severe hearing loss لكن لسه ادنه شغالة نقصد بيها ايه نقصد هنا ان ال organ of corte والهيرسيلز مش شغالة خالص ونقصد هنا ان الهيرسيلز شغالة بس ضعيفة شوية طبعا دي رسمة audiogram والطفل ده انا ما عملتلوش audiogram انا بعمل له ABR ما بيدينيش نفس الرسمة انما انا اجيبها لك عشان اقرب لك الصورة اللي انا ما بعرفش اعمل audiogram لهذا السن يبقى انا طلعت من ال hearing assessment بانه الطفل عنده فعلا hearing loss وعنده sensory neural hearing loss severe على ناحية الشمال و profound على ناحية اليمين يبقى انا فعلا عرفت ان الطفل فعلا ما بيسمعه كده انا شخصت الحالة ان سببها sensory neural hearing loss تعالوا بقى نرجع ان اتفاهم sensory neural hearing loss ده مش ممكن يكون نتيجة اسباب كتير اه مؤظمها في السن ده congenital ايه ده وايه الحاجات اللي تعمل congenital hearing loss حاجات مختلفة لكن انا اهم حاجة عندي اطمن انه ما عندوش حاجة اخرى تانية pathology جوه inner ear او جوه brain stem ده بMRI غالبا مش هيطلع حاجة organic الا congenital anomalies في ال inner ear في ال cochlea في ال cochlear nerve في ال middle ear في ال inner ear وهلوم مجرد مش مطلوه منك قوي ليها syndromes وليها حاجات كتير المهم ده اسمه ايه congenital يعني اتولد الطفل بهذا الوضع وده بيحصل احيانا نتيجة مثلا during pregnancy ام اتعرضت ل radiations اتعرضت ل infections خدت ادوية ممكن تعمل هذا الكلام احيانا يحصل during delivery او immediately post delivery حاجات مختلفة لكن by far من اشهر الحاجات اللي هو inner ear anomalies لو congenital خد بالك في فارق ما بين congenital و hereditary congenital يعني في malformations نتيجة maldevelopment during pregnancy والحاجة التانية المشهورة جدا جدا المنينجايتس اللي بتحصل بعد الولاد بتحصل بعد شهر بعد ستة بعد سنة بعد اثنين بعد خمسة المنينجايتس بتيجي وبتأثر على cochlear nerve بايلاترا وعلى النحيتين ودوله اشهر حاجتين في مصر عندنا طبعا لهم اسباب تانية كتير والطفل ده اللي بيتولد كده congenital او acquired by mentritis بعد سنة اثنين او شهر اثنين ده بيبقى ايه ما بيسمعش وعلشان ما بيسمعش ما بيلقطش الكلام لانه لازم يسمع مني كلمة مثلا قلم سمحها قلمة علشان ينطقها وبالتالي هو will not develop speech وده اللي احنا بنسميه deaf لانه ما بيسمعش mute لانه ما بيتكلمش deaf mute child وديسمها deaf mutism وليها اسباب اللي تعمل deaf mutism اللي هي هتعمل hearing loss للطفل mostly sensor neural مناديرا ان هو يبقى conductive علشان خاطر الطفل ما اسمعش فما لقطش الكلام هتقولي يا دكتور طب اللي عنده meningitis مش سمع ولقط اه افريد جات له عنده meningitis عند سنتين سمع وبدأ يتكلم ايوان طب لو جاله meningitis وفقد السمع تماما على الناحيتين اللي تكلمه بيروح منه لان احنا عندنا حاجه اسمها Neural Classistic عند 6 سنين من ساعة ما تولد لغاية 6 اللي تعلمه يفضل عنده لعمره او لتعلمه يفقده لو السمع راحه ما عندنا من ديها يبقى انا الوقت يا عرفت الطفل عنده ايه طب تفتكر اعمله ايه هدا ما عرف اصلح النور الكوكيا ما فيش حاجة اسمها كده ما عرفش اصلح له خلاص الموضوع الانتهت يبقى الحل هو فين الحل ان انا اساعد ان يسمع اساعده ازاي بان انا لبسه سماعة السماعة زي ما انت شايفها بالمنظر ده اهي اهي اسمها hearing aid والهيرنج ايد دي سماعة بتتلبس على الودن كده اهي زي ما انت شايف اهي بتتحط ورا الوريكل وبيبقى ليها هنا قالب بلاستيك بتلبس بهذا المنظر اهي اسمها ايه اسمها behind the ear hearing aid ادي السماعة وانا بورها لك عشان تعرف شكلها وحجمها ادي ايه ما هيش حاجة كبيرة جدا الناس كتفاكرة السماعات ادي كده هو السماعة دي تعمل السماعة دي زي النظارة تاخد الصوت تكبر الصوت وتوصله لغاية ال middle ear طب تفتكر السماعة هتساعد الطفل ده في انه يلاحظه الناحية اللي عندها سفير ولا الناحية اللي عندها لو سفير لسه العصب شغال لسه cochlear cells شغال بس ضعيف ينفع في السماعة لكن الناحية التانية لو ميت مينفع بالظبط كده عين blind وعين ضعيفة لما لبس نظارة النظارة هتساعد الضعيفة انما blind مش هتنفع خالص هي هي نفس الفكرة يبقى احنا بنلبس الطفل السماعة لو الناحيتين سفير هيسمع ولو سمع هيتكلم بس سؤال بقى بزمتها وهو بعد فترة العصب هيتصلح الهيريجلوس هيتحسن الورجنف كورتي هتتحسن وبالتالي يجع عليه مرحلة ما يساميش السماعة لأ طوح مش هكاسبها كده هيفضل طول عمره بالسماعة ما تنساش عشان لازم تتقاله الكلمة دي امال بقى لو bilateral profound ولبسته السماعة برضو مش سامع بيها ساعتها بنركب للعيان بنعمله عملية كبيرة شوية اسمها ودي مش عايز انا اطول لك فيها اكتر منك تبقى فاهم في ديفايز زي ده بتزرع تحت الجلد وليه بروب زي ده بيوصل لغاية الكوكليا بطريقة معينة وجهاز تاني من برا زي ده اهو وبعدين السماعة الفعلية السماعة الورا الودن دي تاخدوا الصوت تكبروا تنقلوا للجهاز ده ينقلوا الجهاز لتحت الجلد ينقلوا عن طريق الالكترود ده للكوكليا والطفل يسمع ايوه يسمع سمع طبيعي ايوه يسمع زي الفل ايوه ويتكلم كلام طبيعي ايوه هما الصم والبوكم اللي كانوا مشهورين جدا جدا زمان تقريبا اختفوا مش من العالم كله نتيجة اللي اخترع الكوكليا دي اللي بتخلي الطفل ده يسمع كويس جدا 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 ويتكلم كويس جدا 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 بس ما تنساش او زلعة القوقاع الناس فاكرة ان انا هحط القوقاعي لا هو ديفايز والديفايز ده جزء منه تحت الجلد وجزء منه برا بجلد يعني في الاخر بيلبس سماعة لاحسن الناس فاكرة لغاية دلوقتي انه هيحزر على حاجة جوه وتالي مفيش حاجة تبقى ظهرة من برا ادي الحل بتاع العين ده ما تنساش ان من اشهر حاجات اللي تعمل كونجينة الانوملز زواج الاخارب وده موجود جدا 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 في البيوت المصرية بالذات في الريف المصري بتاعها تعال نروح لساكند كيس اولي دي اجل فوري فايف ييرز كيمتو دا كلينك كومبلينك وفرايت صايد هيرين لاص مش سامعة كويس بدي associated with tinnitus بس tinnitus ده is worse at night اعمال يزيد بالليل كل يوم بالليل الاقي tinnitus ده والصوت الصفير بقى مضايقني احيانا بيحس ان هي مش مضبوطة شوية نروح tinnitus ده يبقى حاجة insignificant بالنسبة له يبقى مشكلتها فين مش سامعة كويس وعندها tinnitus النحية دي حيب ايه next step افحص تعال فحصنا الوين ادي الright ear خلاص مش عيدها lateral process handle cone of light the right ear فيها ايه pathology يا عم ما فيهاش ايه pathology يبقى انا لما فحصت العين انا مطلعتش بحالة ما عرفتش ايه سبب الهيرين لاص ولا عرفت سبب ال tinnitus اللي عنده هتعمل ايه اها وعتنسى كميلي tuning fork test لو سمحت هتعمل ريني والفبر الريني ما تنساش بخبط الشوكة مرة على ال air ومرة على البون الطبيعي ان يسمع البون احسن من ال air ولا ال air احسن من البون الطبيعي ريني positive ان يسمع ال air احسن من البون عشان فيه شوية مجنيفيكيشن بسيطة تمام ده اسمه ريني negative انا اسف ريني positive ولو سمع البون احسن من ال air يبقى اسمه ريني negative وده بقى لعنده عنده مشكلة في ال conduction of the sound الستة دي عملت لها ايه عملت لها الريني لقيت اللي عندها ال air conduction احسن من bone conduction يبقى ريني نيتست positive هنا ال air احسن من البون وهنا ال air احسن من البون بس حسن هي مش سمع البون كويس زي ما سمعته الناحيات بنسميها reduced positive فوت الحتة دي رحت عامله ايه كمان هعمله ال vapor خبطت الشوكة وحطتها المفروض لو حطتها على ال forehead او حتى على الاسنان يسمع الصوت في الناحيتين زي بعض نسمي ده vapor test ومفروض يبقى centralized ليقولك انا سمعها في النص خد بالك من اللي انا هحكيولك ده لو الناحيات دي normal والنحيات دي فيها conductive hearing problem بيسمع في النحية اللي فيها conductive hearing loss احسن من النورم ولو النحيات دي normal والنحيات دي sensor neural يسمع في النحية اللي normal اكتر من نحية sensor neural طب انا عملت ال vapor لقيت ال 6 بتسمع في الناحية الشمال اكتر من اليمين يبقى لو الشمال اكتر من اليمين يبقى معناها حاجة من الاتنين يا الشمال normal ودي sensor neural يا دي conductive ودي normal اروح راجع للريني الريني دي قال لي positive ودي positive خلاص فهمه يبقى لما سمع في الشمال احسن من اليمين عشان دي normal ودي مالها فيه sensor neural يبقى دي اول clue انا اخبته مش متأكد اكتر يبقى هعمل له حاجة تأكدلي timpanogram لا يكون عنده effusion ولا حاجة ومفروض يعمل له conductive وانا مش واخد بالي طلع bilateral A normal mobile drum ما عندوش pathology في ال middle ear رحت عملت ال audiogram بص left side لقيت العيام بيسمع كويس Aero bone تقريبا عند 0-10 decibel والair احسن من البون فده normal audiogram رحت على الناحية اليمين اللي بتشتكي منها العيانة لقيت ايه بقى لقيت الair والbone عشان نسمع لقيتها عند 30-40-50 decibel يعني لازم اعلي الصوت عشان تسمع ولقيت الair احسن سنة من البون برضو يبقى العيان دي عندها ايه sensor neural hearing loss يبقى عرفت انا الستة دي بتشتكي من ايه من hearing loss وتنتس طلع بسبب ان عندها sensor neural hearing loss خد بالك بقى طب سبب sensor neural hearing loss ده ايه انا لسه مش عارف لكن انا عرفت ان عندها unilateral عن ناحية اليمين sensor neural hearing loss ده اللي خلاها ما تسمعش وده اللي خلاها عندها تنز طب هلك دور انك تعرف سبب sensor neural hearing loss اه ايه هو ما هو سببه هتبقى مشكلة cochlear او مشكلة في cochlear nerve او في brain stem احنا خلاص ده حاجة standard مش محتاجة حاجة في حاجات common لازم نعرفها وفي حاجات مش كامل طبع عشان اعرف مشكلة في الكوكرة او literal cochlear يعني في النيرف او حتة brain stem يبقى لازم بنعمل ايه على طول بنعمل حاجة اسمها MRI magnetic resonance image بص كده وده مش مطلوب منك بس ده demonstration دي cut section بالطول كده اسم cronal section add brain stem والمفروض ان دي البيترس بون يمين وشمال اللون هسود ومفروض ان انت من الأدتري كنال هنا طولي عندي ماس كبيرة حتة هنا يدوبة جنب البيترس بون وكمان ضغطة على الbrain stem الماس اللي في الحتة دي ليها differential diagnosis انما على مستوك انت الحاجة الوحيدة اللي تعمل كده what's called acoustic neuroma or decibler shanoma هقولك عليهم كلمتين ممكن كمان نستعمل city scan بس ما بينش التفاصيل دي قوي وكنا زمان ممكن نستعمل الabcr عشان نعرف نيه فرق عن ناحيتين خلاص القصة دي اتغيرت دلوقتي بقينا على طول نعمل الMRI طلع علينا عندنا ماس في الحتة دي عايز بقى اكلمتين على القصة ديت عشان بقى عندك فكرة عنها نيبرة واحد هي بتطلع من البستيبلر نير اللي هو اسمه من البستيبلر part فاكر الاناتومي كان عندك الكوكليا وبتطلع وبعدين انترال ندير كنال ماشي في اربع حاجات superior and inferior visibil ur nerve fascial nerve and cochlear ده anterior posterior فانterior superior the facial and anterior inferior the cochlear nerve superior posterior ده superior visibilir وانفيرو visibilir that within the internal Court binding اول ما يسيبه الانترنتركنال بيتحده مع بعض ويسموه باسمه والفيشال نيرف بيبقى الواحده ماشيين دول على بعض وده الواحده في حاجة حتى اسمعه وبعدين يخشه من البيستيبلر بارت بالذات لاقوها طالع من البيستيبلر نيرف لقوا بيطلع التيومر ده وبالتالي هو مش اكوستيك هو مش طالع من الكوكلر نيرف وتضح انه هو مش نيروما ده من الشوانوما لانه طالع من الشوانسل يعني مش مهم دي او تيومر ما عندناش ليه سبب معاين اللي بنخليه يطلع ولكن عرفنا انه يطلع من البيستيبلر بارت ويدن ده انترنترنتركنال او ويدن ده سربالبنتين انجل بص ده السيتي مش مهم عليك الكوكلر ودي الانترنترنتركنال المفروض تكون يونيفورم في الصيز تحس ان الصيز ده هنا اصغر من الصيز اللي جوه ده شوية وقادي عشان اقرب لك الصورة سكل مفتوحة قادي سمي سيركال كنالز كوكلر وقادي الحتة بتاعت الانترنترنتركنال خد بالك فينو ديت كنال كلها حاجة صغيرة قوي وبعدين سربالبنتين انجل فيتطلع هنا ايه هنا بص الاكسامل ده هو برضو قادي الفيشل نيرف وراء الديستيبلر بارت انا اقسف استيبلو كوكلر وقادي طالع منه هون يتطلع ويدن ده انترنترنتركنال يتطلع ويدن ده سيريبيلوبنتين انجل حلو كده بص كده بقى الدياجرام ده اهو ادي صورة اهيه وانا مكبرها لك ادي برينستيم سيريبيلوبنتين انجل انترنترنتركنال طالع منه مقتي ايه حاجة صغيرة اهو وبعدين يكبر يكبر جوه الانترنترنتركنال كانال يكبرها ويكبر في السيريبيلوب انزل لي ابدأ هي يلمس البراينستيم والاسيريبيلوب بعدين يكبر يروح ضغط على السيريبيلوب وضغط علي برين استيم ويعمل لي مشاكل كتيرة جدا ويدغط كمان علي الكونتينز اللي معاه في الانترنترنتركنال اللي هي الفيشل نيرف وبالتالي عشان كده بيؤثر على ايه بقى? ده ممكن يقصر على الفيشل نيرف ماشي جنبه ومش بس الفيشل نيرف ده كمان اترجي من النيرف وايه حتة هنا صغيرة جدا فيقصر عليها ودوله اول اتنين بيتقصروا ويعمل لهم بالسنتومز بتاعتهم ممكن يقصر كمان على خروج الكرينيال نيرفز اللي خارجه من البرينستان في الحتة دي كمان تسعة وعشرة واحداشرة واثناش ويعمل فيهم بالسيريبيلوم وبيعمل له نستجمسه اتاكسيا دي قضية ويزود الانتراكرينيال تنشل ويعمل لسنتومز تانية كتير وبالتالي حاجات دي بس كتيرة في السنتومز عادة بتبقى حالة متأخرة ان الستي دي كانت جاية وعشان كده ما ينفعش واحدة عندها هيرنج لس وتنتوس ما عملهاش اوديو جرام طلع عندها لازم اما ارآي لحسن تطلع اكوستيك نيروما لانه ممكن متشتفيش بالشكاوي الاخرى التانية اللي انا قلتها لديه طب يتعمل لها ايه لو عرفت والله لو حاجة صغيرة اكوستيك نيروما صغيرة ومش عاملة غير سنتومز وصيدة بنسيبها بمشي لهاش هي شخصية انما لو كبيرة احيانا يعملوا حاجة من اتنين يا حاجة اسمها جاما نيف دي ريجيشنز تقدر تقتلها وتكسارها وكده يا اما سورشيكال اكسجن وليها أبروتش وقصص مش تابعة ده بالنسبة للتيومر طب لو انا شلت التيومر نفسه الهيرنج لص بقى اللي هي جات تشتكي منه والنيرف دوفنس اللي عندها هيتحسن لا حتى لو شلت التيومر خلاص الهيرنج لص اللي عندها ارجع لبسها سماعة اقولك بقى هنا كلمتين ان انا عندي سماعة اسمها behind the ear hearing aid انما لي سماعة تانية اصغر اهي اسمها CIC او complete in the canal او ITC in the canal hearing aid اهي ما انتش شايفها تبقى حاجة صغيرة جدا وعشان برضو تبقى فاهم وعارف الشكل بتاعها علشان في ناس بتحرج من استخدام السماعة مع ان الناس بتلبس نظرات براحتها واسمها aid ودي برضو hearing aid بس الناس لسه مازالت في الكميونيتي بتاعنا مش متعقبلة بس واخد بالك السماعة عبارة عن ايه هي عبارة عن مكان بيركف فيه بطارية وبعدين في عبارة عن مايكروفون بياخدوا الصوت amplifier يكبروا جامد جدا وtransduction ينقلوا عشان يوصلوا للنورمال سيستم يعني هيمشي في الاكسانة دوتركانال drum ausicles in the ear برضو طب يا دكتور لم نقول ان الhearing عندها hearing loss والكوكراهير السيلز ضعيفة مش شغالة ايوه مش ميتة يعني فيها function بس ضعيفة يبقى انا ممكن الصوت لما يروح للسلز اللي بقية يقدر العيان يسمع يبقى ما تنساش عن عندي two types behind the ear hearing aid and completing the canal hearing aid وفي الاخر hearing aids يعني بتعتمد على normal function بتاعتنا الطبيعي ماشي تعالا نروح to the third case a medical student got up in the morning feeling that he suddenly lost his hearing مرة واحدة ما بسمعش الودن اليمين مش سامع انا كنت ناهم كويس هيت الصبحية كده he was afraid and came to the emergency room at once طب هو فقدان السمع بنعتبره emergency نعم زي فقدان النظر واحدة من الemergencies المهمة جدا عندنا لان لو فقط سمع وفضل فقد وفضل طول عمره بسمعش على القل في الودن اللي هي تعباه وبالتالي احنا لازم نلحقه زي اللي بيفقد نظره بالظبط فجيلي الemergencies يجيب no history of any illness ما كانش عنده اي مرض يعمل له اي حال يعني مش زي اللي احنا قلنا عليه الطفل اللي جاله من الانجايتس ده وما خدش ميديكيشنز اللي معروفة ميديكيشنز ممكن تأثر وما تخبطش وما تضربش وما تعرضش مثلا لجانشات وما تعرضش الحاجة خاصة هو صحيح كده الصبحية قالك انا مش سامع طب هو عنده ايه معرفش عنده ايه ايه الحل ها ما ننساش next step next step خلاص بقى انا مش عيد ودنه اليمين later process handle cone of light طلعت normal طب ايه مشكلة ما بسمعش ايه اعرف طب ايه الحل اخش عالساكن step اوى عن انسا examination لسا tuning fork عملت له tuning fork test عن ناحيتين لقيت رينيه positive يمين وشمال بس يمين برضو سنة صغيرة reduced ايه ده ده مش ده شبه الحل اللي فاتت من شوية اللي كان عندها hearing loss otinnitus ايوة بس ده حساها sudden اللي التانية كان بقى لها فترة مثلا طيب بعدين مش متأكد لسا عملت الفيبر طلع برضو lateralize للناحية ديه لا لاحية normal يعني معناها ان دي normal ودي فيها sensorineural خلاص انا عرفت بالتقريب طب ديجري قد ايه مش عارف فروحت عملت له تنبانو جرام طلع normal رحت عملت له audiogram طلع تقريبا زيها sensorineural hearing loss خد بالك ان ال audiogram ده بيقولك عنده hearing loss طيب يعني ديجري قد ايه لان ممكن يبقى hearing loss اللي هو حسه حاجه بسيط وممكن ما يطلعش عنده hearing loss اصلا وده احساس خطئ عنده احسان بيبقى psychogenic ما عليم المهم طلع sensorineural hearing loss عند medical students ده طب سببه ايه بقى انا عرفت ان عنده هو جلو ضعف ومفاجئ عرفت ان اجلو ضعف ومفاجئ اسمه ايه sudden hearing loss طب سببه ايه انا مش عارف يبقى الخطوة دي اروح عامل زي الخطوة بتاعت الحالة اللي فاتت ايه هي اعمل normal ride اعملت ايه مرأي طلع normal يبقى اللي فاتت طلع عنده مشكلة هنا طلع normal بس ده يجاله فجأة النهار ده الصبحية الله يعني ايه مرأي normal يعني ما عندوش سبب انا اقدر احدده هنا نقف واقفة بقى ده الانتتي دي اسمها sudden sense of neural hearing loss انا ما اعرفش سببها ولكن احنا حطين عملنا postulations لtheories في ناس قالت ان ده ممكن يبقى autoimmune process في ناس قالت ان ده عبارة عن muscular problem ايه فجأة زي ثلوم بالصغننة قوي في ال cochlear nerve مثلا حاجة صغيرة جدا فراحت ضعفته مرة واحدة في ناس قالت ان قد يكون حاجة viral يعني اسباب كتير ما قدرناش لغاية النهار ده نحط ايدنا على السبب المباشر most accepted ان ده حاجة autoimmune process بالتالي انا ما عرفتش السبب بس احطيت بالتقريب يبقى هو عرفت عندو ايه ايه sudden sensor neural hearing loss طلع سببه ايه اديوباثيك مش عارفين او حنسميه autoimmune process طب ايه الحل في الحالة زي كده ده شغلانا من يلا لازم تلحقه لندي emergency emergency لازم نلحقه بستيرايدز لازم بنيدي الاستيرايدز بقى دي باعتبره autoimmune يا systemic وفي ناس كتير بقى عندها مشاكل في systemic الhypertension والضايبيت السولباتيك يا اما لوكل لوكل ازاي بحاجة اسمها intra tympanic within the middle ear injection يعني اجيب سيرنج واروح معاديها من الدروم واحقن الفلود هنا الستيرايدز within the middle ear بيحصلوا absorption غالبا through the round window لغاية ال inner ear ال endo lymph وده بيساعد القصة انا تتحسن احنا مش متأكدين بس احنا فعلا لقينا فيه تحسن جامد والتحسن ده اثبت لنا انه غالبا هتطلع فعلا autoimmune process وفي ناس بتدي hyperparic oxygen وفي ناس بتدي intra tympanic and systemic مع بعضيهم عشان يساعد في ناس بترجع اه لو اللي حقته ممكن يرجع completely normal normal healing تخيل فعلا والتمتس يختفي تماما وفي ناس يتحسن 50% يعني هو فقط سما وخمسين ديسبل يتحسن يبقى 20 ديسبل بس فيه وفيه ما يتحسنش خاص كل واحد بقى دي ونصيبه ما عندناش ديها statistics لكن ليها فيها حاجه اسمها part prognosis يعني فيه ناس احنا عارفين يتحسنه اكتر فيه لا يعني مثلا واحد حصلته مرتين ثلاثة قبل كده واحد ضيابتك احتماله يتحسن دي وليلة شوية إبقى دا الانت دي اسمها ايه؟ اسمها sudden sensor neural hearing loss it is an emergency ولازم تتلحق بايه؟ باستيرويد either systemic or intra tympanic Our last case today is a female aged 7 years it is complaining of hearing loss and night tinnitus خد بالك ما تسمعش كويس و night tinnitus بالليل بتحس بصوته عمالي يعلى قوي ازهر family says دا كمان اهلها هم اللي بيقولوا كمان ان السمع بيتقل she cannot hear the door bend تسمعش جرز الباق عندين يرنو 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 عليها لا فيش ولا telephone rings عمالين يكلموها كلام افيش يبقى هم اهلو كمان اللي بيشتكوا اكتر ان الستة الكبيرة في السن ديت مالها مش سمعهم كويس يبقى معاناها ايه؟ عندها hearing loss هارفت اه هارفت سهلة سهلة عايزين يعرف ايه مال عايزين يعرف ايه السبب hearing loss ده بصيت خلاص بقى تبكال انت عرفت مين اليمين والشمال completely normal على الناحيتين طب جيت اعمل فيبر والريني هي ممكن تبقى مش معايا اصلا مش واخدة بالها مني ولكن هعمله لو هي السمع عندها معقول طلعت لريني positive على الناحيتين وطلعت للفبر ايه؟ centralized يعني تسمع ده زي ده يعني ايه؟ ريني positive يعني عنداش حاجة يعني والفيبر رايح الناحيتين عنداش مالية ايه اللي بيقولول ان هي انا بتسمعش كويس دي؟ والست ممكن تكون متجاوبة معايا ولا يا ستي وانت يا بتسمعيش؟ لا يا دكتور ده انا سمع يا حلو زي الفل لا يا ستي انت الفايصل ما بيني وما بينك الهيرنج assessment التمبانو جرام طلع بايلاترال ايه سليم؟ الاوديو جرام طلع عندها بايلاترال سنسر نيورال ونقول عليه مثلا مدر التسرير ايه ده فعلا عندها هيرنج لص ولازم اعلي الصوت عشان اقدر اوصلها لثلاثين اربعين خمسين عشان تسمعني والنحيتين زي بعض نسمي ايه الشغلانة ديت اللي بتيجي في الاولد ايج وده الحقيقة مقدرش نعمل له حقا انما sometimes بيقع الموضوع related اليلة مثلا في واحد بيشتغل في gunshot يعني زابط عسكري بيدرب نار كتير نار كتير نار كتير بيلبسهم لازم protective goggles ومع ذلك برضو ممكن يحصل لهم كده الناس اللي بيشتغلوا في المطارات في الأصوات العالية الناس اللي بيشتغل في المصانع اللي بتاعه حديد 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 ضرب في ناس تانية اللي بتاخد auto toxic drugs زي الاسبرين مثلا من اشهر الحاجات اللي ممكن تعمل القصة دي في ناس تانية ممكن تتعرض لي noises كتيرة جدا جدا بس chronic وفيه acute acoustic trauma زي اللي مثلا اللي يحصله blast injury حاجة فرقعة جامد جدا 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 جمبه طبعا هي مش بتفرق على جلب ودن ودن لا فمتفرق على الناحيتين تقريبا مثلا على مسافة بدي تعمله sudden sudden hearing loss ما بيلحقش يتعالج من كتر ظروف اللي حواليه يعني احيانا بيبقى في اسباب للقصة دي لكن باي فار هو the most common cause of hearing loss in old age بروفايد ان ما عندوش حاجات تانية طب دا يتحل ازاي؟ ولا حاجة؟ مراش هعمل له حاجة اخرى hearing aid hearing aid بنفس الفكرة هنعمل ايه؟ هتقول له يا فاندم بعضيز لك هتقول لك مش محتاجر السماعة زي من النظارة انت مشوفش كويس هتاخد السماعة والسماعة هتعمل لك ايه؟ هتسمعها كويس جدا 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 هتعمل لك كل حاجة وكمان هتلغي التنتس لانه hearing loss بيعمل التنتس او يعني التنتس سبب hearing loss وبالتالي اذا من hearing loss يتحسن التنتس هيروح وتبقى كويس لا 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 انا بحبش السماعة والناس طول عليها ادرش لا خلاص خلاص تسمع ما تزعلش هنلبسك سماعة تانية صغيرة جوه الودن اهي 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 ما تخافش كله هتعمله لانت هضاير البطاريات وبالتالي هتضيع لك ال hearing هتحسلك انا اسف في ال hearing وهتحسلك التنتس وتبقى كويس جدا ودي حاجة مهمة جدا جدا ان احنا نوصلها لناس عشان احنا مزالة ال culture بتاعتنا بتتكلم على انه الحاجة السماعة دي مش حاجة حلوة ان احنا نتقبل ده الموضوع بتاعي بتاع النهاردة اللي هو تاني او الهولكو باختصار اللي هو اشهر الحاجات الكونجينتر حاجات تيومرز دي اكوستيك نيروما ما تنسيهاش اللي غالبا هيتطلع حاجة اديوباثيك والبريس باي اكيوسيز ودي من اشهر الحاجات اللي انت لازم تبقى عارفها وانا سعيد معاكو انا الدكتور محمد قد استاذ الان في الاظن الحنجرة سعيد بيكم بالمحاضرة ونتقابل ان شاء الله في محاضرة تانية بإذن الله وشكرا